نبدأ أولاً بالترحم على أرواح ضحايا قاعة الأعباس الرحمة والخلود لأرواحهم الطاهرة في الحقيقة ما حصل كان كارثة ما حصل كان أشبه بالحوادث السابقة التي تشبعت من هذه المدينة وأدمت هذه المحافظة محافظة نينة ومن بعد التحرير وإلى اليوم عانت ما عانت من إهمال في كثير من القطاعات ونخص منه القطاع الصحي يوم أمس شاهدنا غيرة كبيرة من قبل الأهالي وغيرة كبيرة من قبل قوات الأمنية ولكن ما يوصفنا هو الإهمال الصحي يعني الموضوع الذي دائماً نكرر عليه نحن كشباب نينة وكأهالي نينة أنه اليوم هناك أعمار ولكن أعمار ليس بالمستوى المطلوب مستشفيات مدمرة إلى حد اليوم ست سنوات ليست هناك أي مستشفى مهتملة في نينة وكلها هناك مشفى واحد الحروب لا يتحمد إلا بعض الحالات أو عشرات الحالات وما حصل يوم أمس كان مئات الضحايا يعني حد آخر إحصائية وصل الأدد إلى مئة وهناك جثث لم يتم التعرف عليها إلى حد الآن هناك عشرات المصابين حالياً يتم نقلهم إلى مستشفيات خارج محافظة نينة للنقص الكبير والحاد في الإمكانيات الموجودة في الصحة نينة ومع الأسف حاولنا قدر الإمكان نحن شباب نينة ووهالي نينة أن نتعاون مع الجهات المعنية أن نتعاون مع الجهات الصحية مع الجهات الموجودة في نينة وعلى تقديم يد الأون والمساعدة حقيقة مواقف جيدة ومواقف كبيرة شاهدناها من قبل الأهالي وأصحاب المدافر والشباب في تقديم يد العون والمساعدة هذا الأمر مصبح من جهة ومحزن من جهة أخرى نحن اليوم حادث بسيط في قضاء وليس بالبسيط ولكن حادث ذهب ضحيته عشرات شاهدنا زحن كبير في المستشفيات ولم تستطع تحمل هذا الأمر ماذا لو لا قدر الله سبحانه وتعالى أن يحدث أمر جلل أو أمر أكبر في المدينة كيف سنتعامل مع هذا الموضوع فأنا بصراحة من خلال قناتكم من خلال جنابكم نحن نوصل رسالة لدولة رئيس المزراء اليوم نينوى بحاجة لوقتة حقيقية نينوى بحاجة لجهود مكثفة من قبل فريقكم الحكومي مع الأسف هناك بعض التراخي من قبل الحكومة المحلية هناك أعمار في جهة وإهمال في الجهة الصحية فنريد تكتيف للجهود وبناء للمستشفيات وإزدال الإهمال عن هذه المحافظة نينوى تستحق تعبت كثيرا سنوات كثيرة من الحرض مع داعش وسنوات كثيرة من الهم والدب ريزة تنتهي يعني كافي قبل ثلاث سنوات كانت حبارة واليوم هذا الحادث من مواطن بعد ما يتحمل كل هذه الأمر نقطة أخرى أيضا نحن اليوم صح يوم أمس كان قضاء وقدر بسبب عدم وجود رقابة صحية على هذه القاعة وذهب ضحايا بالمئات ولكن كن واثق ويعرف أهالينينا وهذا الأمر نحن يوميا يبوت أدنى العشرات بسبب النقص الحادث في المستشفيات وبسبب الإهمال الموجود فيه